السلام عليكم الأستاذ العشيش عبد الحاكم رئيس جمعية الدراجة الخضراء غرين باي المبادرة أخيرة اللي عملناها هي ديرناها لافيت يوم العالمي للبيئة حبينا دير مبادرة جديدة هي غرين سكوتر ديرنا التروتينات الخضراء باش نشجعوا الناس اللي عندهم التروتينات باش رح ينطفوا في المدينة عتهم عملية جيد سهلة عنا سهولة في التنقل وزيد الشباب ربي بارك عنده يسا تروتينات إلكتريك ممتون قد يحوصه وممتون قد نفاية بحده يزمعها ساك وانو نتواي بإذن الله تعالى أنو امو من دركه وفاسعه نشوفه في الصيف ان شاء الله حوالي جيبيا ان شاء الله يشاركوا معنا الناس بزع معولين ان شاء الله هنديرو نهارة اللي عندهم التروتينات إلكتريك الشباب كل يشاركوا معنا في خرجة ما بعدنا كله نطفوا لشوارة المدينة وضعنا عمليه منظمة ونشاركوا ان شاء الله وان شاء الله اللي حبي يشاركوا حتى كمار السن مرحبا بيه اللي عنده سكوتر إلكتريك يجي مرحبا بيه فاشل الجميع ان الدرجة الخضراء مدى بينا ندلو حاجة جديدة قدرنا في دومي الديسناف عملنا جرين رولر جبنا للشباب اللي عنده رولر لبسناهم أقمسات الدرجة الخضراء ورح نطفه في الساحل عنابي وحبيناها تكمل مبادرات دي درنا صفحة في الفيسبوك تميناها جرين رولر الدرجة الخضراء جرين بايك هي بين الكونسيبت سورتي رفيلوت خشب الدرجة وتنميني فايات معروفة دولك أولاد العالمية وفكرة الأخرى درناها جرين سكوتر ان شاء الله ان شاء الله حتى قصدا هي تاني ودي مبادرات مش خليوا المواطني يتشجع يمارس الرياضة ويمارس لاني حاجة تساعدو وممتون يجوان دالي تيري على غريابل ويرح ينظف الشارع تيعوه او المدينة تيعوه ودي حجم لها في انتباه في الجزائر كل عادة درجة الخضراء هي شارك إيكولوجي بدعوة من الفيدرالي الجزائر للدرجات حكم راني مدرب مساعدة الفريق الوطني عندي الاحتكاك ما يسر مع السؤال للمنبرت الفيدرانسيون ولا مع الألزاطلات العمدة في عنابة كانت أحسن عملية كانت في مدينة عنابة في الكورتة عنابة لذلك تقول الحمد لله رب العالمين ملعيات يحم حتى يكونوا عيليين دين ربعة سواية خمسة سواية درجة يجي يوصل بالعالمين نصة يجي نتوائي معانا ونخلوه مكان نظيف حتى نقولها بالعالمين نقوله اللي يزار وخف خراره نظيف كي تعمل نيفان ما سبورتيف يتسمى اي حتى التقافي ولا رياضي الشعب يجي يتفرج عليك رح يجب معها قراءة مع رح يجب معها طيش هولك حلا لا حلا نديرو العكس نخلوه مبادرات تنظفها مبادرات تتوعيها ونخلوه مكانتين نظيف ونخلوه نظر ملاح على الضيف اللي يجع عند ذلك خلوه مكانتين نظيف مبادرات في الملاعب وفي كل الرياضات درنا رياضي نظيفي منشأة رياضي نظيفة درنا لعب نظيفي ملعب نظيف درنا مناصر حاضر متحاضر شارنا في كائسين في إفريقيا في نصعتاش والاخر في الكونديفور درنا الجيو ميديتيرانية درنا ديمونت على الاسكريم درنا البطولة العربية درنا حتى في ديمونت شاركوا نجمعها نطفوا معنا في البطولة العربية البطولة الأسيوية مرة الأخرى درنا مبادرتين تنظيفها في الملعب صراحة أنا حبيناها مش لازم تكون درجة خدرات تكون مدى بينا ما نكونوا احنا والناس تروح تنظف نشوفوا فهم نجحناش كتشوف حاجة نجحت لازم تكون انت غيب وهي ناجحة من وراك وهي ناجحة مش لازم انت تكون في الملعب وجمعك انت الأكياس وانت اللي توزحها وانت اللي تصور وانت تحط المبادرة بدأ بينا بيش تنجح المبادرة لازم تكون تلقائية تولي سنة حامدة انت بلنا وان شاء الله الناجحتين الكبير دلنا ما اتحاد عنا بالحمد لله المناصرين والتي عندهم علامة مسجلة بلنا بسعطاش المائية ولا فينا لعب شابه وطم اتكوموا نظفوا تسمى الجحنة في القوتي ولكن الوطنيين بزيد شوية نقصة حنا نضموا نضيفوا شوية مرافقة خاصة مع الاتحادية الجزائرية الكورت قدم من 2017 حنا نبادروا حتى مساعدة اعطونا اكياس ولا مبادرة تخلي المناصرين يقوموا باشياء اخلاقية اشياء كما تنظيف الملعب ويجعلهم يحبوا بعضهم حتى الزيكيب في بعضهم حبينا بالفيدرالية تساعدنا ويقفوا معنا حتى بالمرافقة بما لا حتى نسمع منهم حتى كلمة طيبة ان شاء الله صراحة ان التحسيس مليح وتوعية مليح للدري صغار سمع الشباب هذك انشأة هيكبر تدير له تحسيس في المدارس او في الشارع او مليح بس حالكبار واحد كبير ولف على حاجة مش كدش يبدل سلوكات تيعو ايما يظهروا في المسجد الناس نظر في الفيسبوك التوعية في الصفحة الحمد لله قريب 500 ألف متابع في الصفحة والتوعية والنشاطات سواء في الميدان او خارج الميدان وبالشعارات المعروفة في الدول العربية كل يديروا الشعارات تجمعيات موصناش بنتيجة اللي يحبينها لازم نوصل لدركة للحد وحد اخر وهو ترمي يتخلص العام التعدى عايتونا في الوزارة البيئة قدرنا اجتماع باش تكون عندنا تطبيق ان شاء الله للقانون وهو ترمي يتخلص حبين نبدأوا بالناس اللي يتلم لطيش اللي يديش يتحها في الغابة ولا طيش في الشاطئ لصحاب الكمائين وصحاب الشاحينات نبدأوا بهمهم ونعطيهم لزامهم ونهوضوا بالعقل حتى نروحوا المواطن البسيط ليزل لذلك شب قهوة في القبلي وطيشها حبين نطبقوا القانون القانون اللي هو موجود حبين نطبقوه عن طريق الشرطة البيئية ولا عن طريق الشرطة العادية اللي يشوفوه يطيش نفايات تيعوه ويديروا له بروسي دول العالم كل يديروا فيها وناشحة في العالم كامل احنا حابين نبلي نقولوا احنا في الجماعيتين ندرنا الشعاء الترمية تخلص بلقى عنا قريب تلاتة سنوات و احنا ديما في صفحتين كل يوم ندروا منشور الترمية ان شاء الله كان بوادرنا قلدي نسمعه وكان حادث يقول لك بلي بروشان ما ان شاء الله رح يطبقوه ان شاء الله يا ربي كتولي الترمية تخلص رحنتهنى وسمى المتطوعين تانا ونعمل تطوع يمليح بس حتى ساعة ساعة يكون ررعتان يمليح الحمد لله عانى صفحة معروفة في الفيسبوك اصبح اكبر صفحة في العالم العربي في المجال البيئي والتوعية البيئية خمسمائة الف متابع الحمد لله رب العالمين رقم كبير احنا نقول لهم المتابعين تانا بكم انتم نروحوا وبعد ان شاء الله وان شاء الله الاشي اللي نديروه احنا زد بارطها جيوه انتم وزد توصلوا للرسالات تانا احنا نقولوا ليست قوماتي لكن هو وطني هو شعار مبدايا في مدينة عنا باب جمعياتي انا وصلوا بدورك في كل الوطن العربي انا نقول لك صراحة ان ساعة ساعة نشوف احنا اوضاع بيئية اتخذني روحي ندير منشور في الصفحة وبعدك يجيك في الباريطة صفحة يعيطلك الناس من ليبيا من سوريا من الوطن العربي يقولك ما تفشلش رانا معاك الشباب بتاع المدينة ديك في مدينة من الدول العربية يا رغم يتبعوا فيك كنت تفشل انت يفشلوا ونقولوا الحمد لله يا رب العالمين لازم نكملوا اخترمشوا صفحة وفرواحنا ديك ان شاء الله هذه المعنى مشعل مشعل تنظفة تاخلاق 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 المواطن يكون عنده حس بيئي كبير سنجح ان شاء الله بلي بلي خمسمة الفة دي راح تولي مليون ونص ونزيد تكبر ان شاء الله ان شاء الله تاني سوف حتعدو خلت دعمنا ان شاء الله موسيقى 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 موسيقى